أبرض الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات قذها سماوية عن خير مؤتمن على سنة الوحي في تقوى وإخباتي على سنة الوحي في تقوى وإخباتي طهارة وصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم مشاهدين كرام أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات طبتم وطاب مساءكم بالخير واليمن والبركات أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات باديا ذي بدء وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيل الشيخ هتلان بن علي الهتلان قاضي الاستيناف بمحكمة الاستيناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ حياكم الله وحيا الله لأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات نسعد مشاهدين الكرام بمداخلاتكم وآسيلتكم والسفساراتكم وإثرائكم الذي تعودناه منكم كل حلقة على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب فأهلا وسهلا بكم شيخنا كريم نبدأ في الحلقة السابع عشر وحديثنا في هذه الحلقة يهم الأخوات كثيرا نتحدث عن أحكام النفاس والطهر والاستحاضة بداية نبدأ مع المحور الأول وهو تعريف النفاس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى وصلاحا وإصلاحا حديثنا عن النفاس وما يتعلق به من الأحكام نبدأ أولا بتعريف النفاس فالنفاس في اللغة من النفس ومن معاني النفس الدم وسميت النفاس النفساء كذلك لخروج دمها أو بسبب تنفيس كربتها وأما في الاصطلاح فالنفاس دم يرقيه الرحم بسبب قرب الولادة أو وقوعها نعم فالنفاس دم يخرج مع المرأة التي تلد يخرج دمها عند الولادة أو بعدها جميل الشيخ ما حكم هذا الدم دم النفاس الكلام عن حكم دم النفاس يمكن أن نتحدث عنه من خلال معرفة أحوال دم النفاس من حيث وقت خروجه من خلال الأحوال الثلاث أو الأربع الآتية هي ثلاث أحوال ثم نختم بمسألة رابعة تتعلق أيضا بهذا المقام فأولا الدم إذا كان خارجا قبل الولادة مع الطلق يعني هناك دم قبل الولادة وهناك دم ثانيا أثناء الولادة وثالثا هناك دم بعد الولادة ثم نتكلم عن الدم الذي يخرج في التوأمين إذا ولدت المرأة توأمين أو أكثر أولا الدم الخارج قبل الولادة مع الطلق كلامنا إذا كان هذا الدم قد خرج قبل الولادة مع الطلق قد تكون الولادة في يوم مثلا الأحد ويكون الدم يخرج منها ابتداء مثلا من يوم الجمعة أو السبت قبل الولادة بيوم أو يومين مع وجود الطلق والطلق معروف هو الألام التي تكون في أسفل الرحم استعدادا للولادة وخروج الجنين فما حكم هذا الدم الذي يخرج؟ يخرج من بعض النساء هذا الدم مع قرب الولادة قبل خروج الجنين مع وجود ألام الطلق وتهيج الرحم للولادة نقول إن هذا يعتبر نفاسا وحكم هذا الدم أنه حكم النفاس وهذا مذهب الحنابل وقال عند المالكية وجه عند الشافعية واختاره ابن تيمية لأنه دم خرج بسبب الولادة فيكون له حكم الولادة لأن هذا الدم السبب في خروجه هو ولادة هذا الجنين فكان نفاسا كالدم الخارج بعد الولادة وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها ويعلم ذلك برؤية أماراتها كالطلق والألام التي تكون في أسفل الرحم من المخاض وكذلك خروج الماء الأبيض من المشيمة ونحو ذلك ثم إن الحامل لا تكتر الدم في الحقيقة فإذا رأته قرب الوضع فإنه يكون دم النفاس في الظاهر لأنه بسبب الولد لا سيمة إذا كان قد ضربها المخاض وهنا مسألة أيضا فيما يتعلق إذا كانت المرأة ولدت عن طريق فتح بطنها ما يسمى بالعملية القيصرية إذا كانت إذا تعسرت ولادتها من فرجها من رحمها فقد تطور الطب الحديث الآن وأصبح بإمكان توليد المرأة عن طريق العمليات القيصرية بشق أسفل بطنها ثم إخراج الجنين ما حكم الدم الذي يخرج منها إذا كان ولادتها عن طريق بطنها بالعملية الجراحية القيصرية وليس عن طريق خروجها من الرحم كالعادة سئلة اللجنة الدائمة البحث العلمي والإفتاة في المملكة عن حكم هذه المسألة وحكم الدم الذي يخرج منهن فأجابت اللجنة بأن حكمها حكم النفساء إن رأت دمًا فإنه يعتبر دم نفاس فتجلس حتى تطهر بانقطاع هذا الدم وإن لم تر دمًا فإنها تكون طاهرة لها حكم الطاهرات تصوم وتصلي كسائر الطاهرات نعم ذكرنا الآن النقطة الأولى وهو الدم الخارج قبل الولادة النقطة الثانية الدم الخارج مع المولود نعم الحالة الثانية الدم الذي يخرج مع المولود أثناء الولادة ما حكمه؟ الدم الخارج مع المولود يكون نفاساً وهذا مذهب المالكية والحناب لوجه عند الشافعية وقل لبعض الحنفية اختاره ابن تيمير رحمه الله وذلك لأنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاساً كالخارج بعدها وإنما يعلم بخروجه بسبب الولادة إذا كان قريباً منها ويعلم ذلك برؤية أماراتها كما أسلفت من المخاض ونحوه في وقته الحالة الثالثة الدم الخارج بعد الولادة وهذا هو دم نفاس وهذا بالإجماع أجمع على العلم على أن الدم الذي يخرج بعد ولادة المرأة هو دم نفاس ولعل يتكلم عن المسألة الرابعة والحالة الرابعة التي ولها علاقة أيضاً بحكم دم النفاس وهو أول نفاس التوأمين وآخرة يعني إذا ولدت المرأة توأمين أو ثلاث أو أربع مثلاً ما حكم أو متى يكون أول نفاسها ومتى يكون آخر نفاسها هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم على أقوال وأقواها قولان قول الأول أن إن ولدت المرأة توأمين فأول النفاس وآخره من الولد الأول فيعتبر أول النفاس بولادة الولد الأول وآخر نفاسها بالأول أيضاً وهذا مذهب الجمهور جمهور العلم الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية وذلك لأنه بالولد الأول ظهر انفتاح الرحم فكان المرء عقبه نفاساً ثم إنه دم يعقب ولادة فاعتبرت المدة منه كما لو كان وحده ولأن أوله أول النفاس من الأول فكذلك يعتبر آخره أيضاً من الأول كما يكون كحال الولادة المنفردة والقول الثاني قيل إن المرأة إذا ولدت توأمين فأول النفاس من الولد الأول وآخره من الثاني وهذا قول عند المالكية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أما ما يتعلق باعتبار أن الأول من الأول أن أول النفاس من الولد الأول فاستدلوا بأدلة القولة الأول وأما استدلالهم بأن آخر النفاس هو بما يتعلق بالولد الثاني قالوا لأن العدة تنقضي بالأخير إجماعاً عدة المرأة تنقضي إذا ولدت الثاني فإنها تنقضي عدتها أما إذا لم تلد فإنها لا تنقضي عدتها كعدة الوفاة والمطلقة أيضاً هناك مسألة يعني قالوا فيكون النفاس بالثاني جميل بانتهاء دم الولد الثاني هناك مسألة يا شيخ بما يثبت النفاس نعم هذه مسألة مهمة جداً وهو بما يثبت النفاس كيف نحكم أن هذا الدم دم نفاس لأن هذا يتعلق بالسقط المرأة قد تلد ولداً سواء ولداً كاملاً أو خديجاً سبعة أشهر ثمانية أشهر خديج أو قد تلده مثلاً لتسعة أشهر كامل الخلقة أو تسعة أشهر نصف مثلاً لكنها قد تسقط جنيناً في الأربعة أشهر والثلاثة أشهر أو الشهرين مثلاً هل يعتبر الدم الذي يخرج من المرأة في هذه الحالة دم نفاس أم أنه يكون دم استحاضة تتوضى وتصلي وتصوم هنا من المسائل المهمة التي يكثر السؤال للنساء عنهم لكثرة ما يقع من السقط عند النساء فيقال يثبت في هذه المسألة تعنون بكيفية ثبوت دم النفاس يقال إذا ألقت المرأة نطفة في طورها الأول أولاً نقول إن تخليق الإنسان في أطوار ذكرها الله عز وجل في مواضع من القرآن وجاء أيضاً في حديثنا سعود المشهور عند مسلم أما القرآن في سورة المؤمنون قال عز وجل لقد خلقنا الإنسان من سلالة منطين ثم جعلناه نطفة في قرر مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام الأحمر هذه الأطوار التي جاءت في سورة المؤمنون جاء أيضاً في أوائل سورة الحج يا يناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم فالطور الأول التراب والطور الثاني النطفة قال العلماء في طور النطفة وهي الأربعين يوماً لأن جاء في حديثنا سعود يخلق أحدكم يجمع إن أحدكم يجمع في خلق بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكونوا علاقة مثل ذلك ثم يكونوا مضغة مثل ذلك فالأربعين يوم هي طور النطفة ذكر أهل العلم أن المرأة إذا ألقت نطفة في طورها الأول فهذا لا خلاف بينها العلم أنه لا يترتب على هذا السقط أي حكم من أحكام النفاس وأن الدم الذي يخرج منها في الأربعين الأولى أنه دم إيش؟ دم استحاضة تصوم وتصلي ولها حكم الطهيرات تماماً فالدم الذي يخرج منها في النطفة هو إيش؟ دم استحاضة وكذلك إذا سقطت الجنين بعد أربعة أشهر بعد أربعة أشهر يعني بعد مئة وعشرين يوماً بعد مئة وعشرين يوماً إذا كان عمر الحمل أكثر من مئة وعشرين يوم بعد أربعة أشهر فلا خلاف أيضاً بين أهل العلم أنها تكون نفساء فالعلماء اتفقوا على أنه إذا أسقطت الجنين في النطفة في الأربعين يوم أنها تكون مستحاضة وليس الدم نفاس كما أنه مجمع أنها إذا أسقطت ما بعد المئة وعشرين يوم ما بعد المئة والعشرين يوماً فإنها تكون نفساء نعم فالأرض النطفة مستحاضة وبعد المئة وعشرين يوم تكون نفساء ثم اختلفوا في العلقة والمضغة العلقة والمضغة يعني في إلى الثمانين يوم وما بعد الثمانين يوم إلى المئة وعشرين يوم الأربعين الثاني والأربعين الثالثة اختلف أهل العلم هل يكون الدم الذي يخرج من المرأة إذا سقطت الجنين في هذه الفترة هل يكون نفاساً أم استحاضة والراجح والله أعلم أنه يثبت حكم النفاس في هذه الحالة بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان فلو وضعت المرأة علقة أو مضغة لا تخطيط فيها ولا تصوير فيها ليس فيها صورة الإنسان فلا يثبت لها حكم النفاس وهذا ماذا بالحنابلة والدليل عليه قوله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يقل سبحانه وتعالى أن يضعن أولادهن بل قال أن يضعن حملهن ولأنه إذا سقط الحمل وهو علقة أو مضغة لم تتخلق يحتمل أن تكون دما متجمدا مثلا أو يكون قطعة لحم ليس أصلها إنسان ومع الاحتمال لا تترك للمرأة الصلاة ولا الصيام ثم إن كثير من النساء لا ينتبهن إلى أنهن قد أجهضن إذا كان الحمل في دور العلقة أو مضغة بخلال ما إذا ألقت الجنين وقد تخلق لأن كثير من النساء وهذا يقع من بعض النساء أنها تذهب يأتي نزيف بعد ذلك بعد فترة ثم تخبر أنها قد أجهضت من فترة وأن هذا بقايا مثلا المشيمة أو شيء من ذلك تخبر من قبل المختصين في الطب فالمرأة لا تدرك ذلك لأنها لا ترى شيء لا ترى ما هو مخلق فلأجل هذا يقال إن العبرة بدم النفاس في مثل هذه الحالات إذا كان هذا الجنين الذي أسقطته المرأة قد تخلق فيه خلق الإنسان يعتبر دم نفاس وإذا لم يكن كذلك فإنه دم استحاضة هذا هو الراجح والأظهر في هذه المسألة والغالب أن التخلق إذا قلنا إن العبرة بوضع ما يكون متخلقا خلق الإنسان متى يكون متخلقا؟ يأتي السؤال هنا متى يكون التخلق؟ نعم طبعا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم كثيرا وإيضا حتى الأطباء تكلموا في هذه المسألة أنا لا أستفصل فيها كثيرا لكن الغالب أن التخلق يكون بعد الثمانين يوما أي أن النطفة الأربعين يوما والعلقة الأربعين يوم الأخرى لا تخلق فيها فالأربعين الأولى الأربعون الأولى نطفة لا تخلق فيها والعلقة الأربعون الثانية لا تخلق فيها هذه ثمانون يوما يبدأ التخليق في المضغة بعد الثمانين يوما لقوله تعالى ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة هذه الآية دلت على أن التخليق يكون متى في المضغة بعد الأربعين الثاني يعني بعد الثمانين يوما ثم إن المضغة قد تكون مخلقة وقد تكون غير مخلقة لكن يبدأ التخليق كما قال عز وجل في بعد الثمانين يوما وقال جل وعلا في سورة النور ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما شف بدت تسوية العظام متى؟ بعد العلاقة يعني في المضغة فخلقنا المضغة عظاما في تخليق المضغة بدأ تخليق الإنسان العظام فكسونا العظام لحما فجعل سبحانه وتعالى خلق العظام وكسوها باللحم يعقب المضغة وعبر بالفاء للدلالة على التعقيب أي أنه ليس هناك وقت أو فترة تراخي طويلة وهذا ما يدل عليه أيضا ظاهر حديث عبد الله مسعود رضي الله عنهما جميل ننتقل إلى مسألة ما هي أكثر مدة للنفاس وما هي أقل مدة للنفاس أولا ما يتعلق بأكثر مدة النفاس أكثر النفاس هو أربعون يوما وهذا ماذا بالحنافية والحنابلة وأختاره ابن عبدالبر من المالكية وبه أفتت اللجنة الدائمة البحث العمي والإفتاء وقال به أكثر أهل العلم لما ثبت عن أم سلم رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة روه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وحسنه النووي في المجموع وجود إسناده ابن ذهبي وصححه ابن القيم في زاد المعاد وأيضا من المعاصرين صححه الألباني ونقل بعض العلم الإجماع على ذلك إجماع الصحافة رضي الله عنهم نقله الترمذي ونقله أيضا ابن عبدالبر أما ما يتعلق بأقل النفاس فإنه لا حد لأقل النفاس قد تطهر المرأة بعد عشرة أيام بعد خمسة عشر يوما بعد عشرين يوما بعد ثمانية وعشرين يوما بعد خمسة وثلاثين يوما إذا طهرت المرأة فإنها تعتبر طاهرة وتأخذ حكم الطاهرة وهذا باتفاق المذاب الفقهية الأربع الحنافية والملكية والشافية هو المشهور عند الحنابلة وهو اختيار ابن حزم الظاهري وحكي الإجماع على ذلك لأنه لم يأتي دليل يدل على تحديد أقل النفاس في المرجع فيه يكون إلى الوجود وقد وجد من النساء من تطهر في أقل من أربعين يوما جميل الشيخ ننتقل إلى مسألة ما حكم النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس القطاع الدم في هذه الفترة نعم هذا يحصل كثيرا للنساء النفساء ربما يأتيها نقاء متخلل في مدة نفاسها في الأربعين ربما يأتي في مثلا العشر الثانية أو العشر الثالثة بعد 25 يوم بعد 23 يوم بعد 31 يوم أقل أكثر يأتيها نقاء وقد يكون هذا النقاء بعض يوم أو بعض يوم وليلة أو يكون يوما وليلة أو يومين أو ثلاثة أيام فما حكم ذلك؟ نقول هذا يختلف باختلاف فترة النقاء فإذا كانت فترة النقاء يسيرة قصيرة بأن كان انقطاع للدم يسيرا فإنه لا عبرة به ولا تلتفت إليه المرأة النفساء لأن عادة النساء في الحيض يعني كما قلنا في الحيض نقول هنا في النفاس فكما أن الانقطاع اليسير في مدة عادة المرأة في الحيض لا عبرة بها بأن ينقطع عنها 6 ساعات في اليوم أو 5 ساعات في اليوم أو 8 ساعات في اليوم ثم يعود فهذا لا عبرة بهذا الانقطاع فكذلك في دم النفاس لا عبرة بهذا الانقطاع اليسير فإن عادة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زمنا ويرقع زمنا آخر وليس من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته فهنا في هذه الحالة إذا كان هذا الانقطاع يسيرا لا عبرة بهذا الانقطاع ولا يكون طهرا بل إن النفاس لا زال مستمرا أما إذا كان انقطاع الدم طويلا كاليوم كاملا كيوم كامل يوم ليل أو يومين أو ثلاثة أيام بعض النساء خمسة أيام طاهرة جفاف لا ترى أي أثر من أثار الدم فإنه يحكم بطهارة هذه المرأة ثم إنه يعني بهذا التفصيل إذا كان الانقطاع يسيرا قلنا إنه لا عبرة به وتكون نفساء إذا كان الانقطاع طويلا فإنه تكون طاهرا طيب إذا عاد إليها الدم هذه مسألة أخرى إذا عاد إليها الدم بعد الانقطاع الطويل أثناء الأربعين ما حكمه نقول إذا عاد الدم للمرأة في أثناء الأربعين يوما بعد انقطاعه زمنا طويلا كاليوم واليومين والثلاثة فإنه إن وافق زمن عادتها في الحيض إذا وافق زمن الدورة الشهرية فإنه حيض وإذا لم يوافق فإنه دم نفاس ننتقل إلى مسألة ما هي الأحكام التي تثبت بالنفاس نعم إذا نفست المرأة فلا حكم الحائض في الأحكام كلها في الغالب فيحرم عليها ما يحرم على الحائض ومرة معنا في الحلقة الماضية الأشياء التي تحرم على المرأة الحائض وبعض الأحكام المتعلقة التي ترتب على المرأة الحائض فيحرم على المرأة النفساء الصلاة والصوم وطواف الوداع فيحرم على المرأة الصلاة يحرم عليها الصلاة والصوم والطواف مطلقا ويلزمها الغسل إذا طهرت أيضا وهذه من الواجبات التي تجب عليها ويجب عليها قضاء الصوم لا قضاء الصلاة ولا يجد لها المكت في المسجد ويجد لها عبوره فقط وغير ذلك من المسج المصحف أيضا لا يجد لها أن تمس المصحف لكن يجد لها أن تقرأ المصحف عن ظهر قلب أو من خلال أو بحائل أو في كتب التفسير أو عبر وسائل الجوال فلا بأس أن تقرأه بذلك لكن لا يجد لها أن تمسه مباشرة كل هذه الاحكام تثبت للمرأة النفساء ونقل الجمع على ذلك ابن جرير الطبري وابن حزم بما عدا الطواف بالبيت وابن رشد وابن قدامى وغيرهم ثم إن دم النفاس وفي الحقيقة دم حيض كما يقولون وإنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج الدم من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج من المرأة الحار جميل نستاذنك في فاصل شيخنا شاهدنا كرام فاصل ونعود لاستقبال اتصالاتكم على الأرقام التي تظهروا تباعنا على الشاشة كنوا معنا أطلب رضى الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات وتقترب الخطى من رمضان أمور ينبغي على المسلم أن يراعيها في شعبان منها قضاء رمضان الماضي فمن كان عليه قضاء أيام من رمضان السابق لسفر أو مرض أو حيض ونحوها فليبادر إلى قضائها قبل دخول شهر رمضان فقد قالت عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ولا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو تخصيصها بعبادة خاصة قال النووي رحمه الله عن صلاة الرغائب في رجب وصلاة ليلة النصف من شعبان مئة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان منكرتان ومن الأحاديث الضعيفة والموضوعة المنتشرة في فضلها حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها قال الشيخ الألباني ضعيف جدا أو موضوع وحديث خمس ليال لا ترد فيهن الدعوة أول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النهر قال الشيخ الألباني موضوع قال الشيخ ابن باز رحمه الله كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها ثم إذا جاء آخر الشهر فلا يجوز أن يتقدم رمضان بصيام آخر يوم أو يومين من شعبان إلا إذا صاد فأياما اعتاد الإنسان أن يصومها أو كان في قضاء رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم ولا بأس بالتهنئة بدخول رمضان لما في دخوله من النعمة والخير أطلب رضى الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات مشاهدين الكرام عدنا إليكم في حلقة فقه العبادات وحديثنا حول أحكام النفاس نسعد باتصالاتكم وبأسئلتكم عبر الواتساب وأنوه إلى ذكر الاسم والبلد في أسئلة الواتساب شيخنا الكريم ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة وهي أحكام الطهر من الحيض والنفاس وسؤالي ما هي أكثر الطهر وأقل الطهر بالنسبة لمدتها أما أكثر الطهر فإنه لا حد لأكثره وهذا بالإجماع نقل الإجماع على ذلك الكساني والنووي وابن تيمية والشنكة وغيره وأما أقل الطهر فأيضا لا حد لأقل الطهر وهذا مثل الظهرية وقول الشافعية ورواية عن الإمام أحمد وصوبها المرداوي وهو قول لإسحاق بن راهويه واختياره ابن تيمية رحمه الله وحكي الإجماع على ذلك حكى ابن حزم إجماع الصحاب رضي الله عنه أنه لا حد لأقل الطهر وجاء ما يدل على ذلك في حديث عيشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني أمرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق وليس بحيط فإذا أقبلت حيطتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فغسل عنك الدم ثم صلي متفق عليه ففيه أنه لم يعلق إقبال الدم وإذباره بأقل الطهر وإنما اعتبر صفته فمتى وجد فهو حيط وإذا لم يتوجد صفته فليس بحيط فتكون طاهرا ثم إن اسم الحيط علق الله تعالى به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيطتين مع عموم البلوى به وفلما لم يبين ذلك بيانا واضحا دل على أنه لا عبرة ولا تحديد لا تحديد لأقله والله أعلم جميل نخذ اتصال أم أمينة من الجزائر تفضل أم أمينة أم أمينة هل تسمعيننا أم أمينة طيب انقطع الاتصال نرجع إلى مسألة وهي علامات طهر الحائب وهل طبعا النفساء تشترك فيها نعم علامة طهر الحائب وكذلك علامة طهر النفساء واحدة هناك علامتان أولا العلامة الأولى وهي خروج أو رؤية القصة البيضاء وهي شيء قصة البيضاء هي شيء كالخيط الأبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الدم كله فإذا رأت المرأة الحائب أو النفساء القصة البيضاء فقد طهرت وهذا باتفاق المذاهب الفقيرة أربع ودل على ذلك من السنة حديث بن أبي علقم عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة بالدرجة فيها الكرسف يعني فيها القطن نعم يعني القطعة فيها القطن فيها الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة وهذا الحديث مرة معنا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم ورواه مصولا الإمام مالك رحمه الله في الموطأ وعبد الرزاق في المصنفي والبيهقي والحديث صححه النووي وكذلك من معاصرين الألباني في إرواء الغليل العلامة الثانية وهي الجفاف أو ما يسمى أيضا من كطاع الدم فإذا رأت الجفاف بأن جف فرجها من الدم فهذه علامة الطهر فإذا أدخلت المرأة الحائض خرقة مثلا أو قطنة في فرجها وخرجت جافة فقد طهرت وهذا أيضا باتفاق المداهب الفقية الأربعة لأن الجفوف أبرأ وأوعب وليس بعد الجفوف انتظار شيء فهتان العلامتان وثم أنني أنبهنا إلى أن بعض النساء تستمر على حيضها وتعتقد أنها ما زالت حيضا حتى تخرج القصة البيضة وربما لا تكون من النساء التي يخرج منهن القصة البيضة فالنساء اختلفنا بعضهن تخرج منها القصة البيضة وذكرنا هذا صفة القصة البيضة وبعضهن لا تخرج منهن وإنما ينقطع عنها الدم وتكون جافة فتكون حينئذ طاهرا فتختلف النساء باختلاف طبيعة تركيب جسمهن فتأخذ كل واحدة بما يناسبها جميل لنتقل إلى مسألة أخرى وهي الغسل بعد طهر من الحيض والنفاس ما حكم هذا الغسل؟ مرة معنا أن من الأغسال الواجبة في باب أحكام الغسل الغسل من الطهر من دم الحيض والنفاس فالغسل من دم الحيض والنفاس واجب بعد انقطاع دم الحيض ودم النفاس وحصول الطهر بإحدى علامتيه السابقتين لما جاء في حديث عيشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي فقوله ثم اغتسلي دين على وجوب الغسل من دم الحيض إذا انقطع وأصبح الطاهرا وجاء أيضا من حديث عيشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحشن التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف انشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها أمكثي قدر ما كنت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي رواه مسلم وأجمع أهل العلم على وجوب غسل المرأة الحائض والنفسة إذا طهرتها من دمهما نقل ذلك الطبأري وابن المنذر وابن حزم والنوئي وغيرهم ننتقل إلى المحور الثالث أحكام الاستحاضة المسألة الأولى يا شيخ ما هو تعريف الاستحاضة وما صفة دم الاستحاضة؟ نعم الاستحاضة لغة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة من عرق يقال له العاذل وهذا العرق غير عرق المحيط الذي يخرج منه دم الحيض يقال الاستحاضة فهذا مستحاضة وهو استفعال من الحيض والاستحاضة في الاصطلاح سيلان الدم في غير وقته من أدنى الرحم دون قعره والغالب أن الفقهاء يطلقونه على سيلان الدم بعد أيام الحيض أو إذا تجاوز الدم أكثر الحيض وصفة دم الاستحاضة أنه رقيق وليس بثخين وغير منتن ويتجمد إذا خرج وهذه صفات تختلف عن صفات دم إيش دم الحيض فقلنا إن دم الحيض ثخين وأنه منتن رائحة وأنه لا يتجلط إذا خرج أما دم الاستحاضة فهو في الحقيقة كالدماء الطبيعية التي تخرج من جروح الإنسان إذا جروح الإنسان وخرج منه دم فيكون رقيقا ولونه أحمر في الغالب يعني أحمر هذا هو وإن كان أحمر أحيانا أو في الغالب يكون أحمرا غامقا يعني داكنا ويتجلط بحكم بلازمة الدم وليس له رائحة بخلاف دم الحيض طيب ننتقل إلى مسألة أحوال الاستحاضة الاستحاضة لها عدة أحوال نريد أن نأتي عليها سريعا بما يتيسر من الوقت طيب أحوال الاستحاضة الاستحاضة لها عدة أحوال يعني إذا أصيبت المرأة بخروج دم الاستحاضة منها بخلاف خروج دم الحيض وإنما أصبحت مستحاضة بأن يخرج من هذه الدماء الكثيرة النساء في هذا المقام ربما تكون عندها عادة وربما يكون عندها تمييز وربما لا يكون عندها لا عادة ولا تمييز ما معنى العادة؟ أي أن تكون عندها عادة سابقة أن يأتيها الدم مثلا خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام عشرة أيام دائما نعم فعندها عادة سابقة هذا إذا قلنا إنها معتادة يعني عندها عادة سابقة ما المقصود بقولنا تمييز يعني أنها تعرف تمييز بين دم الحيض ودم النفاس كميل فتعرف صفات دم الحيض برائحته بلونه بثخونته بعدم تجلطه تمييزه وأنه مثلا دم أسود إلى آخره هذه المميزة أي أنها تميز دم الحيض من دم الاستحاضة نعم وما ليست عندها عادة التي ليست عندها عادة سابقة والتي ليس عندها تمييز يعني ما تمييز ما تعرف والله تلخبط ما تعرف إذا محيض ولا دم استحاض هذه غير المميزة جميل نأتي بتفصيل أحكام الاستحاضة من خلال هذه المقدمة التي عندها عادة وتمييز أو عادة ولا تمييز أو تمييز ولا عادة أو لا عادة ولا تمييز هذه أربع حالات الحالة الأولى المستحاضة المعتادة المميزة نعم أولى الحالات المستحاضة المعتادة المميزة نعم نعم فعندنا هذه المرأة لديها عادة سابقة مثلا سبعة أيام عادة دائمة جاي شهر من الشهور زادت أصبحت دم عندها زائدا وعندها تمييز أيضا فتميز دم الحيض من دم النفاس وعندها عادة نعم ومعنى التمييز يعني تعرف هذا لونه أسود دم حيض برائحته بثخونته بعدم تجلطه جميل وتميز دم السحاضة بلونه أحمر فاتح يعني ليس أسودا وليس ثخينا وإنما رقيقا ويتجلط إذا خرت إلى آخرا وليس له رائح تميز تعرف التمييز هذه فنقول هذه المرأة عندها عادة وعندها تمييز ماذا تفعل هل تعمل بالعاء بالتمييز أم تعمل بعادتها فترجع إلى عادتها وتلغي التمييز لا عبرة بالتمييز أو أنها تلغي العادة وترجع إلى التمييز نقول المستحاضة المعتادة المميزة التي عندها تمييز بين دم الحيض ودم النفاس يجب عليها أن تأخذ بالعادة لا بالتمييز فترجع إلى عادتها ولا عبرة بتمييزها فلو أنها عادتها مثلا سبعة أيام سبعة أيام وعندها تمييز لكن في التمييز رأت أنها لأدم ستة أيام نقول العبرة بالعادة ولا يسأل بالتمييز ارجع مادم أنك عندك عادة وانت الآن مستحاضة وكثر الدم عندك واستمر معك ارجع إلى العادة وليس ولا عبرة بالتمييز وهذا ماذا بالحنفية والحنابي لوجه عند الشافعية ويدل على ذلك حديث عائش رضي الله عنها فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام ردها إلى ماذا إلى العادة قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام قدر الأيام يعني العادة التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصلوا واتفقوا عنه وحديث عائش أيضا التي ذكرت قبل قليل في قصة أم حبيبة بنت جحش لما شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها عليه الصلاة والسلام أمكثي قادر الأيام التي قدر ما كانت تحبسك حيظتك ثم اغتسلي فأيضا ردها إلى ماذا إلى العادة إلى العادة وليس إلى التمييز فكلا هذين الحديثين رد النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المرأتين المستحاضتين إلى العادة ولم يستفصل مع احتمال وجود التمييز فعلم أن من كانت لها عادة فإن ترجع إلى عادتها مطلقا سواء ميزت الدم أم لم تميزه ثم إن هذا الأمر هو أيسر وأضبط للمرأة لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير في الحقيقة أو ينتقل إلى آخر الشهر أو أولى أو ينقطع بحيث يكون يوما أسود ويوما أحمر ففيه لخبط وهذا يحصل عند كثير من النساء لا سنين مع تعاطي كثير من الحبوب موانع الحمل وغيرها أو كثير من حتى الأغذية التي لها أثر في الحقيقة على اقتلال دم الحيض وكثرة دم الاستحاضة من استعاطي بعض المواد الغذائية التي فيها مركبات كيميائية ونحمية فتؤثر في الحقيقة على الدماء الطبيعية فهذه يجعل الدماء تختلف عند المرأة من يوم إلى آخر فالأضبط أن ترد إلى عادتها جميل كما رده النبي عليه الصلاة والسلام معنى اتصال أم كوثر من الجزائر أم كوثر تفضلي هل لا زالت معنى أم كوثر طيب ننتقل إلى الحالة الثانية المستحاضة المعتادة غير مميزة المستحاضة المعتادة التي عندها عادة ولكن ليس عندها تميز من باب أولى أنها ترجع إلى عادتها إذا قلنا أن المرأة التي عندها عادة وتميز ترجع إلى العادة والعبرة بالتميز فإذا لم يكن عندها تميز وعندها عادة فهذا ظاهر وبين أنها ترجع إلى عادتها فتحسب الأيام التي كانت تأتيها العادة فتجعلها أيام حيض وما زاد فهو استحاضة هذا معنى قولنا ترجع إلى عادتها معنى قولنا أن المستحاضة ترجع إلى عادتها يعني أنها تحسب الأيام التي كانت تأتيها فيها الحيض سبعة أيام ستة أيام فتحكم على أنها من هذا الشهر ستة أيام هذه سبعة أيام تأتي في الوقت الفلاني في أول الشهر مثلا سبعة أيام حيض وما زاد فهو دم استحاضة فتصوم وتصلي وتقرأ وتمسى القرآن وتطوف إلى آخره هذا معنى قولنا أنها تجلس أيام عادتها أيام عادتها حيض وما زاد فهو استحاضة وهذا مذهب الجمهور الحنافية والشافية والحنابلة للحديثين السابقين الذين ذكرتهما قبل قليل في قول عليه السلام إن ذلك عق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي قالها لفاطبة بنت أبي حبيش وقال لأم حبيبة أيضا أم كثي قدر ما كانت تحيضتك ثم اغتسلي ننتقل للحالة الثالثة البستحاضة المميزة غير المعتادة أيها الأولى قلنا المعتادة المميزة الثانية المعتادة غير المميزة الثالثة المستحاضة المميزة غير المعتادة يعني عندها تمييز لكن ليس عندها عادة يعني عادتها مضطربة في الأشهر مرة تجيها ثلاثة أيام والشهر اللي بعد تجيها ستة أيام والشهر الثالث ربما تجيها عشرة أيام الشهر الرابع تأتيها ستة أيام الشهر الخامس تأتيها مثلا أربعة أيام وهكذا تتنقل عددها ليست ثابتة مضطردة وإنما هي مختلفة ليس عندها عادة هذا معنى قولنا ليس عندها عادة يعني ليس لها عادة مستمرة دائمة بعدد الأيام الشهرية التي تأتيها كل شهر وإنما تختلف من شهر لآخر لكن عندها تمييز بأنها تمييز دم الحيض من دم النفاس فنقول إذا كان لديها تمييز ولم تكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز بمعنى أنها تنظر إلى هالأيام التي يخرج منها الدم الذي يكون صفاتها صفة الحيض فيكون حكم حكم الحائض والأيام التي يكون صفة الدم فيها صفة دم استحاضة فتأخذ أحكام الاستحاضة فتصوم وتصلي إلى آخره هذا مدى بالشافية والحنابلة واختاره ابن تيمية والشوكاني لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى ففي هذه الآية علق سبحانه وتعالى أحكام الحيض بوجوده وهذا دم الحيض بوصفه والله تعالى قد بيّن لنا الحيض بوصف المنضبط فمدام هذا الأذى موجودا وهو دم الحيض فهو حيض وإذا لم يكن موجودا فهو دم استحاضة لأنه علق عليه الصلاة بوجوده فإذا وجد وعرفت علاماته ووجوده بمعرفة علاماته فإنه يكون حيضا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف في لفظ يعرف وفي لفظ يعرف هنا أرشد في هذا الحديث أرشد إحدى المستحاضات إلى التمييز لأن عندها تمييز هذه المرة فيحمل هذا الحديث على حالة ما إذا كانت المرة عندها تمييز وليس عندها عادة في قوله عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم يعرف وفي لفظ يعرف يعني يعرف أنه يعرف بنفسه بصفاته برائحته بلونه ويعرف تعرفه النساء جميل ننتقل الحال الرابعة المستحاضة غير المعتادة ولا المميزة المستحاضة غير المعتادة وغير المميزة اللي ما عندها الاستحاضة لا عادة عادة تمضطربة يوم تجيها خمسة أيام شهر تجيها خمسة أيام وشهر تجيها سبعة أيام وشهر تجيها ثلاثة أيام وشهر عشرة أيام غير معتادة وليس عندها تمييز ما تعرف الدماء ما تعرف تمييز دائما تلا خبطه هذا يقع عند بعض النساء ما تعرف التمييز بين دم الحيض ودم الفساد وهو دم الاستحاضة يقال من لم تكن لها عادة ولا تمييز تمييز يصلح أن تميز بين هذه الدماء فإن تعمل بعادة غالب نسائها تعمل بعادة غالب نسائها ما يعني تعمل بعادة غالب نسائها يعني تعمل بأكثر قريباتها ممن تأتيهن الدورة الشهرية معتادة فتأخذ الأيام التي يجلسنها في مدة الحي فإذا كان غالب قريباتها من النساء حيثهن مثلاً سبعة أيام تقول خلاص أنا بحيظ سبعة أيام والباقي استحاضة وإذا كان غالب نسائها مثلاً خمسة أيام خمسة أيام حيث غالب نسائها قريباتها يعني تجلس خمسة أيام والباقي استحاضة على حسب قريباتها وهذا ليس بالتشهي تتشهي ولا تتخير ولا على كيف لا وإنما تنظر إلى قريباتها من أمها وأختها وخالتها وعمتها الغالب في قريباتها فتبتدأ من كل شهر من أول المدة التي رأت فيها الدم فيكون حيظاً من أول المدة التي رأت فيها الدم يكون حيظاً وما عداه يكون استحاضة وهكذا تكون كل شهر وهذا مثل الحنابلة وجندة الشافعية واختاره ابن تيمية وابن رجب ويدل ذلك حديث حمنا بن جحش رضي الله عنها أنها قالت ذكرناه في الدرس الماضي قالت يا رسول الله إني أستحاض حيثة كبيرة شديدة فما ترى فيها قد منعاتني الصلاة والصيام فقال أنعت لك الكرسف قالت هو أكثر من ذلك وفيه فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي راكضة من راكضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتصلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها وصومي وفي رواية تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام رواه الخمسة إلا النساء وصحة الترمذي والنووي وقوله في الحديث ستة أيام أو سبعة أيام ليس هذا الأوهن للتخير وإنما هو للاجتهاد والتحري فتنظر فيما هو أقرب إلى حالها ممن يشابه حالتها خلقة ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو أقرب إلى الحيض من دمها ونحو ذلك من الاعتبارات فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعة وهكذا تنظر أيضاً في قريباتها من النساء جميل الشيخ ننتقل إلى أحكام الاستحاضة وربما هذا المحور الأخير في حلقتنا أولاً اختلاف حكم الاستحاضة عن حكم الحيض دم الاستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض نعم فهو يختلف عنه كما ذكرت في بداية الحديث عن الاستحاضة وذكرت صفات وذكرت صفات الحيض فصفات دم الحيض تختلف جذرياً بل هي مقابلة لدم الاستحاضة فدم الحيض يختلف اختلافاً جذرياً عن دم الاستحاضة وأيضاً لا يمنع دم الاستحاضة مما يمنع منه الحيض لأن دم الحيض مر معناه أنه يمنع من الصلاة والصيام والطواف ومس المصحف والوطء إلى آخره أما دم الاستحاضة فلا يمنع أي شيء من ذلك والدلع على ذلك الإجماع فقد نقل الإجماع على ذلك ابن جرير الطبري وابن المنذر وابن عبدالبار والنووي وغيرهم ننتقل إلى الدقطة الثانية من أحكام الاستحاضة للاستنجاة عند دخول وقت كل صلاة هذه مسألة من المساء التي ذكرها للعلم هل يلزم المستحاضة أن تستنجي عند دخول وقت كل صلاة أم لا خلاف بين العلم وذهب بعضهم إلى أن المرأة المستحاضة يجب عليها أن تستنجي عند دخول وقت كل صلاة والقول الآخر وهو الأظهر أنه لا يلزم المستحاضة أن تستنجي لكل صلاة هذا مثل المالكية وقول الشافعية ورواية علمان أحمد اختارها ابن رجب ويعلل هذا القول بأنها في الحقيقة لا تستفد من إعادة الوضوء إذا ألزمناها بأم تستنجية نعم عند دخول وقت كل صلاة فإن هذا الاستنجاة في الحقيقة لا ينفعها في الطهارة ولا ينفعها في إزالة الأذى وإزالة النجاسة وإزالة الدم أو أثر الدم هذا الخارج عنها لأن الحاجة تدائم بها مستمر وليس منقطعا فلا فائدة حينئذ في الحقيقة من هذا الاستنجاة نعم لو انتقض وضوءها من ريح مثلا وفيها دم استحاضة أو حتى سلس بول فهنا يجب حينئذ أن تتوضأ وتعيد الوضوء وهذا لا شك أن هذا القول أرفق بالناس بلا شك ولسيما بالنسبة للنساء التي يخرج منهن هذا السائل ولسيما أيضا في هذا العصر في وقت مواسم الحج والعمرة والزحامة الشديدة التي يحصل للناس عموما من قاصد البيت الحرام عندما تذهب المرأة مثلا إلى المسجد الحرام لتصلي المغرب وتمكث لأجل أن تصلي العشاء يشق عليها أن تخرج من المسجد الحرام حتى تعيد وضوءها وتنتظر حتى يدخل وقت العشاء فتستنجي له ثم تعود وقد فاتتها الصلاة نعم هذا من المشق والحرج الشديد وهذا من الأمور التي لا تأتي بها الشريعة بل هي مرفوعة عن الشريعة مرفوعة عن الناس لعوم قوله عز جل لا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج ومثل هذه المسألة وضوء المستحاضة إذا كنا نتكلم عن الاستنجاة عند دخول وقت كل صلاة للمستحاضة أيضا وضوء المستحاضة أيضا من باب أولى أن المستحاضة لا يشترط لها أن تتوضأ لكل صلاة وهذا مذهب المالكية والظاهرية وقال بمعض السلف أيضا لما تبت عن عيش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش في السحر الحديث الذي ذكرته أكثر من مرة في هذه الحلقة إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي هذه المتفق عليه ففي أن هذا الحديث لم يذكر عليه الصلاة والسلام لها وضوءا ولم يوجب عليها وضوءا ولو كان الوضوء واجبا عليها لمسكت عن أن يأمرها به وما ورد من إيجاب الوضوء لكل صلاة فهو حديث مضطرب لا يثبت ولا يثبت به حكم من هذه بحكم إيجاب الوضوء فمثله لا تقوم به حجة وحديث عائشة في الصيحين هذا والحديث الآخر أيضا حديث قصة حمم أيضا كل ذلك لم يذكر لهن عليه الصلاة والسلام أن يتوضأنا ويعدنا الوضوء لدخول وقت كل صلاة ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة فلما لم يذكره عليه الصلاة والسلام دل على عدم وجوب ذلك ثم إن دمل استحاضة إذا لم يكن حدثا في الوقت فإنه لا يكون حدثا بعده إذا كان دمل استحاضة ويخرج منه في أثناء الوقت لا نقول إنه حدث لا نقول إنه حدث بأنها انتقضت طهرتها في أثناء الوقت فإذا لم يكن حدثا في أثناء الوقت فإنه أيضا لا يكون حدثا بعد خروج الوقت فخروج الوقت ليس من نواقض الوضوء أبدا ولم يأتي دليل يدل على أن خروج الوقت ناقض من نواقض الوضوء وقد اتفقوا على أنه إذا خرج الدم في الصلاة تمتها وأجزعتها ثم إنه لا فرق في الحقيقة بين الدم الذي يخرج من المستحاضة قبل الوضوء والذي يخرج في أثناء الوضوء والدم الخارج منها من هذه المستحاضة بعد الوضوء لأن دم الاستحاضة يعني دم مستمر إن كان يوجب الوضوء فقليل ذلك وكثيره في أي وقت كان يوجب الوضوء وإن كان لا يوجب الوضوء فقليل ذلك أيضا وكثيره في أي وقت كان لا يوجب الوضوء وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة أن المرأة المستحاضة لا يجب عليها أن تتوضى لدخول وقت كل صلاة لكن إذا أحدثت المرأة المستحاضة بغير دم الاستحاضة أولا قلنا أن دم الاستحاضة لا يعد ناقضاً إذا توضأت لا يعد ناقضاً لها لأنها مثل سلس البول وهذا مرت معنا أيضاً في الوضوء ونواقضة إذا كان الإنسان مصاباً من سلس البول أنه لا ينتقض وضوءه بذات سلس البول لكنه ينتقض بغيره فكذلك المرأة المستحاضة إذا خرج منها حدث من الأحداث بغير دم الاستحاضة بأن خرج منها ريح أو غاط مثلاً أو أكلت لحم الجزور مثلاً فهذه نواقض على الصحيح نواقض من نواقض الوضوء يجب عليها حينئذ أن تعيد الوضوء بهذه النواقض الأخرى وليس بخصوص دم الاستحاضة ما حكم تحفظ المستحاضة من الدم؟ يجب على المستحاضة أن تتحفظ من الدم وهذا مذهب الجمهور حنافي والشافي والحنابلة لحديث حمنة بنت جحش رضي الله عنه قالت يا رسول الله أن يستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصيام فقال لها عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف يعني القطن فهذا دل على أنه يجب عليها أن تتحفظ بالقطن ونحوه ولا يشترط أن يكون قطنا فلو تحفظت بالحفاظ النسائية مثلا الموجودة يكفيها ذلك أو بخرق أو بأي شيء من ذلك طيب ما حكم إذا غلب الدم بعد التحفظ والشد والتلجم؟ إذا غلب الدم وخرج بعد إحكام الشد والتلجم والتحفظ تحفظت بحفاظ مثلا فثم خرج الدم بعد ذلك فإنها لا يضرها وهذا باتفاق المذاب الفقية الأربع لعم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي حديث عائشة رضي الله عنه قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصل يعني كانت تستحاض حيضة كانت مستحاضة استحاضة شديدة كانت تصلي وطست تحتها من شدة الدم الذي يخرج منها مع أنها كانت متحفظة وهذا في صحي البخاري ومع ذلك لم يأمرها عليه الصلاة والسلام بشيء من ذلك وإنما هذه غاية ما تستطيع وقد قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هل يجب على المستحاض الغسل يا شيخ؟ لا يجب على المستحاض الغسل لشيء من الصروات إلا مرة واحدة إذا انتهت حيضتها إذا انتهت حيضتها وأدبرت حيضتها يجب عليها أن تغتسل كسائر النساء الحيض إذا انقطع الدم عنهن فإنه يجب عليهن أن يغتسلن لانقطاع دم الحيض فكذلك المستحاضة يجب عليها الاغتسال إذا انقطع منها إذا ذهب أو إذا قلنا طبعا حسب الحالات التي مرت معنا الأربع إذا انتهت الأيام التي فيها تعتبر حائضا يجب عليها أن تغتسل أما ما سوى ذلك من الصروات فإنها لا يجب عليها أن تغتسل لأي صلاة من الصروات وهذا باتفاق المذهب الفقهية الأربعة ويدل لذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش السابق لما سألت المسلم أنها كانت تستحاض فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا قبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي فأمر عليه الصلاة والسلام تغتسل أيش من حيضتها فقط ولم يأمرها بالاغتسال أو تكرر الغسل من خروج دم الاستحاضة جميل ما حكم وطء المستحاضة؟ يجوز وطء المستحاضة لأنها في الحقيقة حكم في حكم الطاهرات كما ذكرنا فتصوم وتصلي ويأتيها زوجها وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتمسه وتمكث في المسجد وتعتكف فلها حكم سائر الطاهرات وهذا مذهب يجمه أهل العلم الحنفية والملكية والشافعية ورواية عن محمد لأن الله تعالى قال عز وجل فاعتزل النساء في المحيط فالأمر ورد باعتزال الحاض وأما المستحاضة فليست بحاض أبدا وقال عليه الصلاة والسلام لفاطبة من تبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا قبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسل عنك الدم ثم صلي فلما أمر جل وعلا باعتزال الحيض وأباحهن بعد الطهر والتطهير ودلت السنة على أن المستحاضة تصلي دل ذلك على أن لزوج المستحاضة إصابتها إن شاء لأن الله تعالى قد أمر باعتزالهن وهن غير طواهر وأباحهن أن يؤتينا طواهر ثم إن الصحابة رضي الله عنهم الصحابيات التي استحضنا هن ذكر بعض العلم ذكروا أنهن سبع عشرة إمرأة سبع عشرة إمرأة من الصحابيات كنا يستحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وحدة منهن أو أمر زوجة إحداهن أن يعتزلها ولو كان ذلك من شرع الله عز وجل لبينه عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا لمن استحضت زوجته ولنقل حفاظا على الشريع فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بحرام ثم إن دم الحيض ليس كدم الاستحاضة لا في طبيعته ولا في أحكامه ولهذا يجب علم الاستحاضة أن تصلي فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم فكيف لا يباح وطؤها وتحريم الصلاة أعظم لا شك من تحريم الوطء والله تعالى أعلم تزاكر الله خير يا شيخ اليوم نعتذر لمشاهدين عن عدم استقبال اتصالاتهم لأن الحلقة مترابطة وملئة بالمعلومات لكن الحمد لله أتينا على جميع محاورها ننتقل إلى أسئلة الواتساب سريعا هذه أمة الله من فرنسا تسأل ما حكم صيام وصلاة الأيام التي تأتي قبل الدورة وبعدها حيث العلامات البنية وليست حمراء وهل تعد من الدورة أو يجب إعادة الصيام والصلاة ذكرنا هذه المسألة في الحلقة الماضية وقلنا إن الكدرة والصفرة إذا كانت متصلة بالحيض فإنها تأخذ حكم الحيض وكانت قريبة منها أما إذا لم تكن متصلة بالحيض فإنه لا عبرة بها وكذلك أيضا الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيء لحديث أم عطي رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا رواها البخاري وزاد أبو داود بعد الطهر شيئا أما الكدرة والصفرة في أثناء الحيض فهي حيض هذه سائلة تسأل عن صيام أيام البيض في شعبان ما حكم هذا مستحبة صيام أيام البيض في شعبان بل إنه يستحب الإكثار من صيام النفل في شهر شعبان لحديث عيشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا فيستحب الإكثار من صيام شهر شعبان فهو كالتقدمة لصيام رمضان وهو كالنفل لصيام الفريضة وهي رمضان وأما ما ورد من النهي عن صيام بعد منتصف رمضان فذلك محمول على بعد منتصف شعبان فهذا محمول على ما إذا كان على فرض صحة هذا الحديث وإن كان الأقرب أنه صحيح يحمل على من كان يحتاط يصوم بعد منتصف شعبان على سبيل الاحتياط لرمضان فكأنه زاد شيئا في أهل هذه العبادة إلا فظواهر الحديث تدل على مشروعية استحباب وتأكيد استحباب لإكثار من صيام شهر شعبان مطلقا وإتأكد صيام الاثنين والأخميس في شهر شعبان وكذلك صيام أيام البيضة الثلاث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا السائل من إيطاليا يقول أنه يعمل في مطعم ويحاول بقدر المستطاع البعد عن الخمر والخنزين أجلكم الله ولا يجيد عمل آخر غير طهي الطعام فما رأي الشرع في طبيعة هذا العمل مع العلم أن من الصعب الحصول على عمل آخر في تلك البلاد طبعا لا شك أن مثل هذه الأشياء المحرمة في ديننا كالخمر وأكل الخنزير وتقديم الخنزير وطبخ الخنزير وذبح الخنزير وكذلك أيضا تصنيع الخمر كل هذه من المحرمات التي لا يجوز مباشرتها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثمانية لعن شاربها وساقيها وحاملها ومحملها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وأكل ثمنها وكذلك في الخنزير طبخه وتقديمه لأنه محرم أكله علينا فكذلك تقديمه للكفار فأنصح الأخ السائل أن يستعين بالله عز وجل في البحث عن مصدر رزق حلال غير هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفقك الله وسددك وأغناك بفضله عمن سواه شكر الله لكم فضيلة الشيخ هذه الحلقة المباركة ولكم شكر وللإخوة المشاهدين والمشاهدات والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم وحسن متابعتكم نلقاكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم في نفس الموعد المعتاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخباتي على سنى الوحي في تقوى وإخباتي طهارة وصلاة والصيام وما في الحج للنس من سر وغاياتي فاجعل حياتك للرحمن ما خفقات نبضة قلبك أعمالا ونياتي نجني السعادة في دنيا وآخرة ما دام قدوتنا خير البريات ما دام قدوتنا خير البريات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر